تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن طهر القطان الوكيد المساعدة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبحضور الوجيه نبيل بن عبد الرحمن أجور وعدد من الوجهاء والسادة أنواب وأهالي مدينة حمد ومعلمي وطلاب المركز نظم مركز أجور حفلة تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة عبد الواحد أجور القرآنية الرابعة عشر والتي قيمها مركز عبد الرحمن أجور للرجال لتعليم القرآن الكريم بمدينة حمد سنويا وكذلك تكريم المعلمين الفائزين في مسابقة خالد أجور للمعلم المتميز وتكريم الحلقات القرآنية والمعلمين المتميزين الفائزين بأعلى المخرجات في تقييم سنوي للمركز للعام 2021-2022